السلام عليكم طلاب شلونكم وشخباركم بخير أهلا وسهلا بكم بعائلة و أكاديمية العطاء الطبية أكيد تعرفوني شرحتكم المحاضرة الأولى مع الانتومي وأرجع وعرفكم بلنسي عن دكتور جاسم الذي سوف أشرحكم الانتومي هذا اليوم طلاب لدينا موضوع البونس تمام؟ هذه محاضرتنا عن البونس ما يعني كلمة البونس؟ يعني الأضام سوف نشرح عن العظام يعني جهاز الهيكل العظمي يالله طلاب نسمى باسمنا الرحمن رحيم شوف طلاب السكليتر سيستم يعني الهيكل العظمي يعني فقط العظام نحن سرح نحكي فقط على العظام الجسم فقط على العظام الجسم فأقول لك الجهاز الهيكل العظمي تمام؟ يتكون من شغلتين أكزيار السكليتون اللي معناها الهيكل العظمي المحوري تمام؟ اللي هو هذا البلغضة شوفون طلاب هذا البلغضة اللي هو الجمجمة والقفص الصدر والعمود الفقافي و جزء شوية من المحورات هاي يسمونه أكزيار السكليتون يعني الهيكل العظمي المحوري و عدنا الثاني من الهيكل العظمي اللي هو يقولونه ابندكولا سكليتون يعني الهيكل العظمي الطرفي أو الزائدي يجمعناها تمام؟ اللي هو هذا البلغضي يعني اللي هو الأطراف اللي هو الإديا والقدمين تمام؟ الإديا واليدين يعني والقدمين تمام طلاب؟ فنرجع و أقول لكم أنه جهازة الهيكل العظمي الهيكل العظمي تمام؟ الهيكل العظمي طلاب يتكون من جزئيا الجزء الأول الهيكل العظمي المحوري اللي يتكون من القفص الصدري والجمجمة والعمود الفقري والهيكل العظمي حسنا الزائد من الهيكل العظمي يتكون من الابندكولا سكليتون اللي هو هذا البلغضي نحن نتحدث على واحد واحد بالتفاصيل موضوعنا هو ما هو اليوم؟ الهيكل العظمي يعني العظام حلو طلاب؟ نحن نتحدث أول شيء بداية نحن نتحدث على الأكثر الاسكليتون اللي هو هذا الأغضر اللي يقصد لك على الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري هذا شاهد هذا سهل جمجمة وهذا العمود الفقري تماما؟ هذا كل هذا العمود الفقري والقفص الصدري أما نرجع أقول لكم الابندكولا سكليتون يعني الهيكل العظمي الطرفي أو الزائدي يعني هذه الأطراف ما الأطراف ما نعطنا؟ هي اليدين أو اليدين والقدمين جميلة طلاب نحن نتحدث على الجزء الأول اللي هو اسكيلتر تمام؟ بس لحظة نحن نتحدث على الجزء الأول اللي هو أكثر الاسكليتون الأكثر الاسكليتون يعني ما هو؟ الهيكل العظمي المحوري المحوري التي تكون من الجمجمة والقفص الصدر والعمود الفقري يعني symbolic revoltech showedance التي نغير عمود الفقري هذه العمود الفقري المنطقة يتكون من cervical vertebra بمعوني أفضل أفضل أعطيكم هذا جيد نعم فقلنا الفقرات العنقية يتكون من الأجزاء التالي فقرات العنقية فقرات العنقية هذه البلحمر أو الوردي فقرات العنقية يعني الفقرات الموجودة برقبة هنا أعداد النججات سبعة ثوراسيك فيرتبرا يعني الفقرات الصدرية وهي أعطي البلسفة أعدادها 12 هنوب لمبر فيرتبرا الفقرات القطنية أو الليهاي ساكرر فيرتبرا وهي خمسة فيوزت يعني خمسة واحدة والكوسيجيال فيرتبرا وهي من ثلاثة إلى أربعة فيوزت متلاسقة متلاسقة. تمام؟ أعدادها من 3 إلى 4. هذا الشيء يتكون من ذنين الفقرات. نأتي الجزء الثالثة من ذنين الفقرات. نأتي الجزء الثالثة من ذنين الفقرات. ما معنى كلمة الربز؟ يعني الاضلاع أو الضلوع يعني هاي الربز. هاي الربز. أو هاي الربز. دقيقة. هاي الربز طلاب. هاي الربز طلاب. يعني الاضلاع أو الضلوع. زيان. اللي هي عادتها 12. يعني بكل سايد أكوة 12. إنها أكوة 12 وإنها أكوة 12. والستيرنيام اللي هي هذا اللي موجود بالصدر. اللي سوف أراكم يا وينها. هذا استيرنيام. تمام؟ هذا استيرنيام. شفتو؟ نأتي نعجع. اللي هو أولا. يعني واحد يعني هو عبارة عن واحد موجود بالميدلاين بالخطة الوسطي. إذن. راح نرجع. نقول الأكوة الأسكلوتر من شنو يتكون؟ يتكون من الأسكار. اللي هي الجمجمة فيتوبرا كولومان العمود الفقري. ويتكون من تقريبا 33 فقهة. تمام؟. اللي هي الأضلاء. تكون من 12. كل جهة كوبيةها 12. والستيرنيام اللي هي عبارة عن عظم موجود بالميدلاين. جيد. راح سنأتي نحتي عن الثراس الكيج. يعني شنو الثراس الكيج؟ يعني قفص الصدري. طلاب. أخذ شوية قابلكم. الثراس الكيج يعني القفص الصدري. يتكون من الثراس الكيج. يعني القفص الصدري. طلاب. من شنو يتكون؟ يتكون كالتالي. هل ربس هاي الأضلاء. هذا هذا الأضلاء. تمام؟ شفتوها؟ هاي الأضلاء. أوكي؟ الربس يعني الأضلاء. والاستيرنيام اللي هو هذا. تمام؟ لقد تعرفنا كما يتكون الثواسك كاجة عن قفص صدري من الثالثم الذي هو هذا العظم الذي في النص وهذه الأضلاء العدد هنا 12 و هنا 12 وهذه الثالثم يعتبرها وهي الفقرات الصدري سنكون لكا عن الثالثم هذا الثالثم هو هذا العظم هذا العظم ليس يتكون طلاب هذا العظم طلاب يتكون من تقريبا ثلاث أجزاء Format of the miniperium externia وBuddy تمام وBuddy والزيوفويتو بروسس شين اللي miniperium externia هاي طلاب هاي سامونها miniperium externia تمام طلاب شفتوا هاي العظمة هاي سامونها شين يا miniperium externia والبدي اللي هو هاذا البدي تمام والزيوفويت بروسس اللي هو هاذا تمام هاي سامه زيوفويت بروسس تمام فاتا أشوفه مع شروعة ، القطور تمامًا التقطوراتين المت passage وذلك المترجمات تمامًا bluetooth goes�ificial الآن يستخدم أضمن الثلاث تجسد الزاوز والثورسك الوصف الزاوز والثورسك فيارتوبرا الزاوز تتكون من ثلاث أجزاء المنظر بطبيعات المنظر والزوفويد جيد نكمل نأخذ تقول لك دعوننا نفسي نستطيع أن نوضحكم تدعون نفسي تدعون نفسي and the body is céled sternal angle وبدأ أصدقل هذا الأعدم الإفbig يبد行 الأضع من الإتصال لذلك الإتصال сنسي ح��acă بين بلعب البدء من بيليم الاسترنيا بين هذا العظم، مايسمونه استرنيا العنجل حلو الانجل؟ واضح جيد استرنيا العنجل أقل لك ماهيه يعني انت الشريح المطبك الاسترنيا العنجل وهي هاي الأشارات في هاي الدائقة أقل لككه امبورتند لاند ماركا يعني هي علامة مهمة يمكن أن نشعر بها يمكن أن نشعر بها يمكن أن نشعر بها يمكن أن تحطوا عيدكم على صدركم أحسون فتشيفة للعريض يعني وبين نتوء و تقع على الوضع كوستال تمام دعنا ننسى أقول لك تقع وتقع يعني على الوضع كوستال 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 هاه هذا 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 وهذا الثاني كوستال 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 الثاني وهذا بل هذه هي الوصولة تمام؟ بل الوصولة بل الوصولة اوكي؟ اقول لك كل الوصولة ربما يكون دقيقة اي اقول لك على الاطلاع البقية اقول لك كل الوصولة ربما يكون من هذا الوقت يعني ما اقول لك تعال تحدد لي هين نظل على الرابع ما يتعرفون اللعبة تعال ان تحضل يدك alin من قلر يتعنى ايامت ايام مشற وتتحرك أنه مهاء جيد من المقدس والجل اوضو وهنا 他 مهمت ما من خلالها سنقدر نحدد الأضلاع وين يصير هذا يظهر على الثاني هذا يظهر على الثالث تمام؟ نحن نتطلب أن نتحدث عن الربس الأضلاع الأضلاع أقول لك classification of the ribs according to their attachment to the sternum يعني أقول لك أن تصنيف الأضلاع سنصنفها على حسب ارتباطها ماذا هو بالاسترنية؟ على حسب ارتباطها بالاسترنية أوكي؟ سأحتاج أن تفتهموا ماذا نقذي مثلا أن التصالات بالاسترنية ما نسمونهن؟ ما نسمونهن؟ هي هناك true ribs هي هناك false rib يعني true ribs يعني الأضلاع الحقيقية والصحيحة false rib يعني الأضلاع الغير حقيقية والغير صحيحة تمام؟ نحن نتطلب أقول لك there are 12 ribs يعني 12 ضلع on east side يعني في هذا السايد يكون 12 ضلع وفي هذا السايد يكون 12 ضلع حلو طلاب؟ حلو أقول لك تصنف as the true ribs يعني الأضلاع الصحيحة ما هي false rib هي الأضلاع الغير صحيحة تمام؟ طلاب؟ طلاب هي the true ribs and false rib يعني الأضلاع الصحيحة والأضلاع الغير صحيحة تمام؟ من جاء تسميها؟ يعني الأضلاع التي تتصل بالإسترنيام سميها أضلاع صحيحة الأضلاع التي لا تتصل بالإسترنيام سميها أضلاع غير صحيحة تمام؟ يعني لم هي غير صحيحة لا ولكنه لا يمتصل بالإستغنيام فنسميه أضلاع غير صحيحة تمام؟ فنجي على True Ribs على الأضلاع الصحيحة Upper 7 Ribs يعني نقول لك إنه أول سبعة تجي هل سنجي خلنا نسح هذه أقول لك إنه أول سبعة تعال حسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ذني أول سبعة، ما نسميهن؟ نسميه True Ribs تمام؟ يعني الأضلاع الصحيحة أقول لك Upper 7 Ribs يعني أول سبعة أضلاع من العلات السبعة Their interior end are attached to the sternum ولكن يعني هاي interior end أحفو interior end، شو ما عكمية interior يعني الأمامي في أقول لك، interior end يعني إن هاي الأمامي يموال هواي ما تبطى بالإسترنيم شوف هاي ما تبطى بالإسترنيم داقوا أضل العد أول، ما تبط بالإسترنيم بالجزء العلو، ما تبط بالإسترنيم أضل العثار ما تبط بالإسترنيم أضل العثار ما تبط بالإسترنيم هذا جزء الأمامي مات، هذا ضلع مختبط بالإسترنيم شوفوا شو المختبط، هذا ضلع شو المختبط بالإسترنيم هذا ضلع شو المختبط بالإسترنيم تمام؟ أنا متأسف إنها True Ribs أما الفرص هي Lower 5 Ribs يعني هي الخمسة الأخيرات اللي هو هذا واحد 2، 3، 4، 5 تمام؟ هاي الأذنين الأخرة الخمسة تمام؟ الفرص هي Lower 5 Ribs يعني الأضلاع الخمسة السبليا لا تبط withinK لا تبط بالإسترنيم لا تبط بالإسترنيم 0 أهداها 08 0 verde 9 10 0 1 0 0 0 0 أول Eraَ اذن هنا اننا غير مرتبط بالاسترنيام لا يوجد رابط مباشر مرتبطات بالاسترنيام بس طريقة غير مباشرة عن طريق ظل آخر فنسميها فالس ريبس اللي هنا الخمسة السفليات أقول لك يعني أقول لك يعني آخر دقيقة أقول لك آخر ظل عين اللي هو إيه هذا و إيه هذا اللي هو إيداعش و إثنعش اللي هو إيه الظلعين الأخيرات قلت يسمى فلاتنق ريبس ليش بيكوز دي آر فري انترياري أنت هز نارو انليت أند ويد أوتليت يعني ليش إنه ذني دعقوا هسا رقم أشوف هذا هذا إيداعش هذا الظل عقم إيداعش وهذا العقم إيداعش طلاب ذني ما مرتبطات انترياري كل شي ما مرتبطات تمام يعني ما مرتبطات لا بظلع لا ولي صاحبهم شوف هسا هذا هذا مرتبطوا لي الصاحبة ولا مرتبطوا لي الصاحبة ولا مرتبطوا لي صاحبة رقم إيداعش وحدة ما مرتبط رقم إيداعش واحدة ما مرتبط تمام فلما نسمعه فلنسمعهم لاتنقريب لأيش لأنهم فري انترياري يعني من الجهة الامامية إننا فري واحدة ما مرتبطاتوا لي احد تمام طلاب وكنت نروا انليت يعني انه الموضوع لا يمكن أن نضيق لا يمكن أن نكون كل شيء تمام طلاب أتمنى أن افتهمتوا ما معنى وأتمنى أن اعرفتوا ما معنى و و افتهمتوا الرقم 11 و 12 التي نجحها الأمامية لا مرتبطات الرقم المرتبطات الرقم المرتبطات الرقم المرتبطات الرقم المرتبطات ليس لذلك هذا النسبة للرقم المرتبطة و أننا نعمل على الستيرنيام لأن أجزاء الستيرنيام و ماذا أهمية هذا الجزء رقم المرتبطة ماذا ما مرتبطت لدينا و ماذا هو الرقم المرتبطة والفلاتانق المرتبطة هذه الأخيرة سوف نتحدث عن الثوراسيك فيرتبرة مو كيف يرتبط الإتبار؟ يعني الفقراء الصدرية يعني ذلك مليوها يعني so much less than that كان هذه أرتباط إسترنا من قدام وهذه الأن يعاني يفترون من الليوها مو يرتبط ؟ يسمونه الثوراسيك فيرتبرة خراسيك فيرتبرة يقول لك بلحطية الجيب الجزء الخلفي posterior part يعني الجزء الخلفي or the thoracic cage يعني من القفص الصدري يعني ذني الثراسك بيعتبر اللي هن الفقرات الصدرية يقول لك هن شكل الجزء الخلفي من القفص الصدري اللي هو هذا تمام اللي هو ايه هذا شوفوه هسا هذا الجزء الخلفي ما تصدر اللي هو ايه هن ذن الصفر سموهن ثراسك بيعتبرها حلو طلاب جيد جيد يقول لك there are 12 vertebra and autoculate يعني ترتبط with each other by intra vertebral disc تمام يعني ولكن عدتهن 12 12 فقرة و autoculate يعني ترتبط واحدة وياللوخ with which other واحدة وياللوخ intra vertebral disc هسا فهمكم يعني هالي هالي الفقرة شوفوه حسذا ينسمون هن ايو هذه ثراسك بيعتبرها تمام هاي الفقرة هذا الفقرة عن طريق ديسك قرص اكو بيناتن مثل القرص قرص اكو بيناتن بيان كول وحدة وحدة ومن ترتبط اعني يصيح ترتبط ان بينوحدة وحدة اشلون عن طريق قرص تمام اكو بيناتن عن مدسر بيناتن احتكاك هذا التوضيح الهيكل العظمي يتكون من اكزير سكيلوتون الهيكل العظمي يتكون من اربع شغلات الهيكل العمود الفقري يتكون من 33 فقرة الربس وهي الاضلع والستيرنيوم وهي العظم الموجود بالنص من الجهة الامامية وحتى عثور سيكون القفص الصدري وحتى عثور سيكون الأهمية وحتى عثور سيكون فقرات الصدرية فقرات الصدرية نجيب من الجزء الخلفي من القفص الصدري سوف نأتي هذا النور على الجزء الثاني من الجهاز العظمي اللي هو abendicular skeleton ما هو abendicular skeleton؟ الجهاز الهيكلي الطرفي اللي هو يشمل الإدين والقدمين أقول لك bones of the upper limb يعني عظام الأطراف العلية يعني عظام اليد ما يتكون the skeleton of the upper limb يعني الهيكل العظمي من الأطراف العلية يتكون تمام consist دقيقة consist يتكون او فالله مقبول من العظام التالية shoulder girdle اللي هو هذا تمام هذا shoulder girdle اللي from the clavicle and scapula shoulder girdle اللي هو هذا scapula هذا العظم هذا المسطح وهذا العظم ما يسمونه clavicle عظمة طرق قوة تمام حسنا حسنا هذا أول جزء من العظام الأبرلم قلنا the skeleton of the upper limb يعني الجهاز العظمي للأطراف العلية يعني اليدين من يتكون يتكون من العظام التالية shoulder girdle اللي هو يتكون من العظمي clavicle هذا انتريار من الجهة الأمامية من الجهة الخلفية كلكم اضعوا ديكم من رقبتكم ستحسون على هذا العظم الطويل يسمونه clavicle زيانا منذ ايديتكم وانه ظهاركم ستحسون من يكون صحا من ظهاركم يعني هو عظم نوحة الكتف هذا نسمي scapula وهذا clavicle نقوله clavicle من الجهة الأمامية من الانتريار والسكابيولة من الجهة الخلفية برسير جيد. اسكلوتون اوف دا ارم. يعني شنوها? الهكال العظمي متى اليد. اللي يتكون من فورمت اوف دا هيومرس. هذا الهيومرس. هذا ما انتلهاد. هاي سمونا ارم. هذا الهيومرس. الارم تتكون من ايه هذا العظم يسمونا هيومرس. جيد. انه جي. نحدد بلا سود. اسكلوتون اوف دا فور ارم. طلب هذا يسمونا فور ارم. يعني هاي كلمات تكون فور ارم. اللي هو ايه هذا. هذا الاردياس. والنا. اللي هو ميدياب. يعني التكون من جهة الجسم. يعني ما لا ترى يكون من الجهة الخارجية للجسم. فانه هذا الهيومرس. هذا العظم. هذا العظم يسمونا هيومرس. أما الفور ارم يتكون من العظمين وهو رديوس هذا العظم و ألنة هذا العظم الرديوس يكون لا تغلق الجسم و ألنة يكون من قلق الجسم هذا الألنة جيد أقول لك يعني الهكل مثل اليد تمام هذه الهكل مثل اليد infinity تكون من ثلاث مناطق 3 رجين يعني ثلاث مناطق كربال بونس تمام اللي هي هي كربال بونس يعني خلال نقول عظم الرسخ أو عظم مشتريت تمام هذا عظم الرسخ تمام هذه ضغمة الإيد هل يسمونها كربال بونس اللي هي بروكزيمال وثمونة كربال بونس هل تكون بروكزيمال قريبة هذا بروكزيمال قريب على الجسم هل نأتي الميتا كربال اللي هي ذني عظمه مشتريت بالضبط تمام هذا عظم الرسخ نسميها كربال عظم الرسخ اللي تربط نرى طلاب اللي تربط هاي النوردياس هاي النوردياس بغسخي هاي العظام هاي العظام شو يسمونها طلاب كربال هاي الميتا كربال بونس هاي العظام هاي العظام هاي العظام هاي عظم الرسخ الميتا كابل الطلاب الذي هو هذا مشطل ييد كنا ساعدنا مشطل ييد مالتك الذي يكون انترميدينت يعني لا هو قريب على الجسم ولا هو بعيد عن الجسم أما الكابل يكون بروكزمار يعني بروكزمار قريب على ناحية الجسم الجزء الثالث من السكيلوتون او ذا هاند الذي يسمونه فلنجيس التي هي دستر تكون يعني بالناحية البعيدة هذه فلنجيس طلاب يسمونها السلاميات فلنجيس تكون عندك 14 فالنجيس 3 فور ايج فينجر ان 2 فور ثامب يعني اقول لك كل كل اسبع بثلاثة فالنجس بثلاثة كسرات هاي يسمونها فالنجس 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 ثلاثة فالنجس فالنجس ثلاثة بس اللي بها يسمونها الثامب بثلاثة السريعة سكليوتون او ذا هاند يتكون من ثلاثة ناطق وهو كابل وهو هذا ناصخ متا كابل وهو مشطريد والفلنجيس وهو الاسابع تعرفون كل اسبع تكون من ثلاثة السلاميات تمام هاي وضحنا الابنديكولا سكليوتون وهو الهيكل العظمي مثل الاطراف العليا وهو اليدين حلو طلاب يتكون من شنوه من شوالد القردل اللي هو كلابيكل والسكافيولا تمام كلابيكل طلاب تكون انترياري يعني من الجهة الامامة والسكافيولا نجيب على الجزء الثاني من الابنديكولا سكليوتون الابنديكولا سكليوتون الاطراف العليا وهو الارم وهو يسمى عظم الهيومراس بعدها يأتيك عظم الالنا والردياس الالنا والردياس الالنا بالنسبة للجسم هاي طبعا هاي طبعا هاي تكونوا معنا كلمة الالتراضي بان الالتراضي تيجي هالنوب يعني اليد تتكون من شم عظم تتكون من ثلاث اجزاء العظم الكاربال اللي هو هذا غسخ ميتا كاربال اللي هو مشط اليد والفلنجيس اللي هي السلاميات السبع يعني كل اسبع متى السلاميات ووضحت الكلمة هنا كلهم بالتفصيل تمام متا كاربال بون فلنجيس هذا الجزء الثاني من الهيكل العظمي الابنديكولر يتكون من الأطراف العليا والسفلة لأن التشريح من الأطراف العليا من ما يتكون الأطراف العليا سوف نتحدث عن هذا النوع عظام الأطراف السفلة الثاني من الخلف العليا والكي لهيكل العظمي بعض الأطراف السفلة سوف نتحدث عن المناطق التالية سوف نأتي أول شأنه بطاقة بشكله بسعó بطاقة بطاقة أطراف العليا بطاقة عظام الأطراف العليا بطاقة عظام الأطراف العليا اللي يسمونه هبون. تمام؟ واضح اللي هنا؟ زيان واضح. بعد هاته شي يجيك سكليتون او ذا ثاي. طلاب هذا اللي اشارتها السبل احمر. احنا اشرب لازرق على ما تعرفونه. هذا اشارتها السبل ازرق. هذا الطلاب شي يسمونه هذا طلاب. يسمونه سكليتون او ذا ثاي. اللي اسمه فيمر. اسم هذا الاعظم شنوه? فيمر. ما اسمه الاعظم هذا؟ فيمر. مصطلح طب يتحفظونه فيمر. زيان. نحن هنا بسكليتون او ذا لك. خوش حتي. اللي هو شنو يعني? اي اشار بالاخضاء. عظام القدم. او الساق هاي معنا اسمها تمام؟ تتكون هاي الساق الليك. اسكليتون او ذا لك. فورمت من عظمين. تيبيا اللي هي تكون ميدل. هاي التيبيا. هاي التيبيا تمام؟ تكون ميدل على الجسم يعني متجه الجسم. وفابيولا اللي هي هاي العظم الضعيف. يكون خارج على الجسم يعني. لا ترى بالنسبة لناحية الجسم. تمام؟ نعيد. معادة سريعة. السكليتون او ذا لور. اللي يتكون من مناطق التالية. اول شيء في الفيك يغدر. اللي هو ايها لأشار طب الأحمر. هالنوب يتكون من هو؟ اسكليتون او ذا الثاي. هذا الثاي اللي أشار طب الأزراك. تمام؟ يتكون من عظم اسمه فيما. قلت لكم انه هذا البلاسك انه هذا فيما. بعدين يتكون اسكليتون او ذا لك. يعني هاي العظمي. ما التلصاق. يتكون من عظمتين. اللي فابيولا اللي هي هاي العظمة السمينة. والتيبيا اللي هي العظمة الضعيفة. الفابيولا تكون مدر الجسم. والفابيولا تكون لاترالهاذية. والتيبيا تكون مدر على الجسم. زيان. سنجل اسكليتون او ذا فوت. يعني القدم. هاي القدم ارجع مالك من نمشي عليها. تمام؟ اقول لك اسكليتون او ذا فوت. يعني ان هذه العظميات القدم. فورمد. تمام؟ تكون. من ثري جن. تمام؟ طلاب. اوضح لكم عنهم. تعرفونها جيد. اول رجل اسمها تارصص. تكون بروكزمال. طلاب هاي التارصص. خذ ما نقول مثل عظمة شعب. او نسمي تعب الجري. هاي يسمونها تارصص. تمام طلاب؟ هذا اسمها تارصص. الشرطة بالسود. تارصص. هي بروكزمال. يعني قريب من ناحة الجسم. بروكزمال يعني قريب على ناحة الجسم. من الناحية القريب على الجسم. هذا الشعب ما يرجلنا. كم بون هنا؟ كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. سبعة تارصص بون. تمام؟ فايف تارصص بون. الضامة تكون حياة صغيرة. هذا النوم يجي طلب بعض الشكو. وهو التارصص. اللي هو المشط مات الرجل. تمام؟ المشط مات الرجل. اللي هو ايه هذا؟ ايه هذا؟ مشط مات الرجل. ما يسمونه؟ يسمونه الميتة تارصص. تمام؟ يكون انترميدة. يعني لا هو قريب على الجسم. ما هو بعيد. بل نصايا. انترميدة متوسط. اقول لك ميتة تارصص بون. من خمس عضمات يتكون. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. هو المشط مات الرجل. لا ترجع تارصص بون. انت عندك خمسة سابعة. فعندك خمسة مشروطة. خمسة مشطة. اعظام مشطة. المشط مات الرجل. مات الرجل. اوكي. نسميه ميتة تارصص بون. نأتي على الاخر الجزء. اللي هو هذا طلاب. اللي هو ايه هذا. ما يعني؟ السابع ماتر. السابع. السابع يسمونها. فالنجيس. تمام؟ دستر. اربعة فالنجيس. اوكي. اربعة عشر فالنجس. حلو طلاب. واضحة. يعني اربعة عشر عظمة. موجودة بالاسابع. هنالي شم واحدة. هنالي ثلاثة عشر فالنجس. اه اربعة عشر فالنجس. هنالي هم اربعة عشر فالنجس. هم يعني. انه. هذية. الابهام ب. كسرت. يعني بسلاميتي. اربعة عشر فالنجس. والأربعة عشر فالنجس. تمام طلاب. فهذا نجي اعادة مختصرة على السريع. يعني شنوه. ايه. 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 يعني. يعني. عظام الاطراف السوفلية. اللي هي رجل. تمام. تبدي من الحوض اسمه. بعدها. يجي. هذا الثاي. يتكون من عظمة اسمه. فيما. بعد فيما. يعني. عظام الساقة. ايشانه. بالأخضاء. تكون. فابيولا. تكون على الاترار. وتيبيا. تكون على ميدياد. هاي عرمز السمين. وعرمز الضعيف. بعدين. يجي. اسكليوتون. او ذا فوت. يعني. 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 هي الى سبع مطل القدم. تمام. هاي بالنسبة للسكليوتون. او ذا اللواء. هسنجحة هنا. بالمختصر. على السريع. على مد. نصوي الرابط. جاي. موضوعنا هو هاليوم. اي. موضوعنا هو هاليوم. الجهاز العظمي. او الهيكل العظمي. الهيكل العظمي يتكون من. خذوا. امسهلني. ايه. الهيكل العظمي يتكون من. الى جزال eseكليوتون وهذا البل الاخضر. وال disponبة هذا البل الهجزي. والأبنوكولاد. وهذا البل الوهجي. الحوض. esti دس. والريدين. يعني. وهذا البل الهجزي. ها ل Shangriye por Skeliton. ماهو يتكون. عددناها أجزائها. الذين هوا من الجملجمة. الو K Monbo Jastairnm. و blir Excuse, التفصيل يتكون من الثلاثة اجزاء هايستيرنية والفقرات الصدرية بعدين على الجزء الثاني من الجهاز الهيكل العظمي اللي هو الابنديكولا اللي يشمل على الأطراف العلية وعليها بالتفصيل وعلى الأطراف السفلة وعليها بالتفصيل كل واحدة جسم عظمها حلو طلاب راح نجي طلاب هسا على شنو نحتي أنواع حسنا كملنا حسنا على يعني العزاء الأعظام بالجسم كل حتينها تمام وكل عظم شسمه هسا طلاب هاحنا نشي على التايب أو دا بونز هذا الجسم طلاب بأنواع من العظام حسنا نحتي واحد واحد عنده أظم طويلة أظم قصيرة أظم ما عفشونها هسا واحد واحدة اوضحوكم ويشوفكم الصورة بحثها ببطل باتتنسونا تمام طلاب نبدأ بأول واحدة اللي هو Long Bones يقول لك طلب Long Bones مثل هذا الهيومرس أو هذا الهيومرس عظم الثاي عظم الفقد يكون كل شي طويل فالعظمة الطويلة يعني هي العظمة اللي تكون طويلة هذا يتوقع إبيفيسيس و ديوفيسيس مثل الهيومرس يعني شنو طلاب يعني إبيفيسيس و ديوفيسيس على Long Bones طلاب عنده 2-end يعني نهارتين تمام هاي النهاري مثلا بيه هايش يسمونها خلا نقول مثلا بس خلا نسحي هذا أنا ولا وضح لكم ثوان علي خلا نحط بهذا القدم تمام هاي النهاري يسمونها ديوفيسيس العفو إبيفيسيس و هاي بيها إبيفيسيس هاي يسمونها شافت تمام إبيفيسيس و شافت هناك أكفت شي اسمه ديوفيسيس حسا بعدنا هجي أشوفكم صورة عليها تفتهمونها كامل فعدنا Long Bones مثال عليها الهيومرس الهيومرس اللي هو هذا عظم اليد وهنا هذا الهيومرس هذا يسمونها Long Bones أو مثل ايه هذا أو مثل ايه هذا الهيومر هاي يسمونها شنوها Long Bones Golden Bones هاي يسمونه Long Bones نحن على الخطوة التي هي كابل والترصل الكابل والترصل بون يعني العظام صغير الخطوة التي تعني عظام صغيرة مثل إيه هذا تشاه sayinاذا شنوه هذا هذا الترصل هو الكابل أو الميت ترصل و هذا إبعا ايه ثم مثلا مثلا كابل بون هذا كابل بون هاي ميتة كابل بون ايه هذا كابل بونس حلو طلاب هذه العظامة الصغيرة حلو اشهد الله اشهد الله جيد طلاب اذا انفجح ايه هذا الشورت بونس كابل والترسل بونس نأتي على الرجولر بونس قبل اعظام غير منتظام انفجح تعشف هذه الفقرة بها نتوء قصير و من نتوء طويل و من نايمة ارشك ارضها نتوء غير منتظام مهل بد مهل دم مثال اعظام غير منتظام الاعظام غير منتظام و توجد بها نتوء تفرعات نتوئية مثل الفيرتبه مثل الفقهه تمام ثلاث بون طلاب يعني العظام المسطحه العفو consist يعني تتكون of two thin plate or the compact bone يعني من العظم المصمد or the middle layer of the spongy bone هاي مثال طلاب عن العظام العظم الداخليه تتكون يعني من يعني شنو thin plate compact or the compact bone يعني هذي صفيحتي هي ثقيقتي ثقيقات من العظم المصمد يعني العظم الخشن والسبونجي لبون و middle layer يعني طبقة ثقيقة وسطية تكون من السبونجي و من العظم السونجي تمام ودكسر عليها ان شاء الله تشوفونها هسا عنا كم نوع من انواع العظام كم نوع طلاب جال حديد هنا اياه هتشينا على كم نوع من انواع العظام لا بالله بلا سوداء حسن هتوقفونها طلابان حبا يعني هذي الوون لا يوجد التلوين المشكلة يعني يجذب الانتباه وتعرف ان لا يوجد شيء طلاب طلاب long bone عظامة طويلة short bone عظامة قصيرة short bone بعض النوع الخمسة chromatic bone معنا كلمة pneumonotic pneumonotic معناه هوائي طلاب من كلمة pneumonia التهاب الرئة التهاب الرئة يعني العظام الهوائية يعني العظام الهوائية يعني العظام تحتوي هذه التجاوف به هواء مثل الجمجمة إذا تتفعون محتوياتها تبقى تبقى فاغر يعني يبقى أنه عظم وداخل ما تفاغ به هواء يسمونها عظام تحتوي على أهواء داخلها مثل اسكار وهي الجمجمة السميثمويد بون وهي سميثمويد بون يعني مثل الأوقات الصغيرة أو بون مبيدد يعني نقول مملوئة يعني محشية سميثمويد بون مثل باتللا هاي باتللا وهي الصابونة ما هي طلب هي small module of the bone يعني نقول نواة صغيرة أو هيتش يعني عقدة صغيرة من العظم تمام محشية يعني أو بها هواية of the muscle tendon شوف هذا muscle tendon مصر tendon مصر tendon يعني روابط عضلية هاي سيسمونها سميثمويد بون تمام يعني هي عظماية صغيرة بها هواية أربطة عضلية تمام مثل باتللا fraction they diminished fraction between the tendon and the lung bone يعني اقول لك هاي وظيفة انو هاي باتللا ما هو وظيفتها انو وظيفتها تقلل من الاحتكاك diminished fraction يعني تقلل الاحتكاك بين العظام تمام اعرفوا بين التندون بين الاربطة تظن الاربطة البيض اوكي هناك اربطة من جوها واربطة من فوقها واربطة من جوها تمام تقلل الاحتكاك بين الاتين and the lung bone والعظامة اللي تحتها هلو طلاب زيان رح نمشي نكمل ها سكملنا انواع قبل ما نجيه على هذه حيشينا على انواع العظامة اللي هنه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة نواع عدنا عددنا كل واحد وطينا عليه مثال رح نجيه طلاب نحكي على شنوه على types of the bone according to its structure يعني هسا نحكينا على انواع العظام تمام شوفوا طلاب حكينا على type of the bone اكزوية كل يزين طلاب حكينا على انواع types of the bone according to the shape على شكلها جيبتك عظم شنوه شفت العظم طويل جيبتك عظم ما يسبع وقلتك هذا العظم حسب شكل شوف احد تقول لي حسب شكل هذا العظم انا اقول هذا عظم قصير جيبتك جمجمة قلتك يا بها شنوه عن العظم قلت لي نيموتك bone عظم هوائي لأشياء دكتور هم جمجمة بها كابتي بها جوف داخلها ممكن ان يحتوي على هوا تمام جيبتك فقرة قلتك دكتور من شكل هالفقرة شنوه عن العظم تقول لي واحد تقول لي دكتور هذه شكلها مخربط فقلت يعني عظم غير منتظر تمام فأنواع العظم وافقا تشكلها تمام على الشكل ما نحكم حسنا نحكم نحكم على أنواع العظام type of the bone أنواع العظام لكن according to the structure وافق تركيبها تمام على التركيب ما هي ما تكون هذه العظام أوكي هل هي سفنجية هل هي مصمدة هل هي ناعمة يعني المهم على نوع المالها تمام فخاله تكون واضحة يمكم العظام عندنا بها نوعين أنواع العظام على حسب الشيء بمالها وعددنا هل هي ستة ونحن نأخذ انواع العظام الذي حسب structure مالها والذي سوف نحكيه حسنا واحد واحد